بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان المعادلات المثلثية للثانية ثانوي رقم خمسة الخاص بشعبة العلوم التجربية والتقنية الرياضي والرياضي حيث قال ألف يعني هنا قسمت إلى جزئين واحد واثنان قال ألف أحسب جذر اثنان زائد جذر ثلاثة لكل مربع ثم باقى الحل في آر يعني مجموعة الأعداد الحقية المعادلة أربعة إكس مربع زائد اثنان في جذر اثنان ناقص جذر ثلاثة الكل في إكس ناقص جذر ستة يساوي صفر ثم ثانيا قال استنتج في آر حلول معادلة نجمة حيث نجمالي هي أربعة كوس مربع إكس زائد اثنان جذر اثنان ناقص ثلاثة في كوس إكس ناقص جذر ستة يساوي صفر هذه سميت معادلة نجمة قال عين الآن حلول المعادلة نجمة في المجال هنا في آر يعني من ناقص من إلى زائد من نها وهنا من الصفر إلى إثنان بي فقط إذن لننطلق على بركة الله في الحل إذن في السؤال الأول قال أحسب هذه العبارة إذن حساب أو هنا أكيد تبسيط إذن نكتب هنا حساب جذر إثنان زائد جذر ثلاثة الكل مربع هذه متطابقة شهية رقم واحد إذن تصبح لنا جذر إثنان زائد جذر ثلاثة الكل مربع يسألنا مربع الأول اللي هو جذر إثنان مربع هو إثنان زائد مربع الثاني اللي هو جذر ثلاثة مربع لهو ثلاثة زائد ضعف الجداء اللي هو إثنان في جذر إثنان في جذر ثلاثة فتصبح لنا كم؟ تصبح لنا خمسة زائد إثنان والجذر يضرب مع أخي تصبح لنا جذر كم؟ جذر ستة هذه ما هي؟ هي جذر إثنان زائد جذر ثلاثة الكل ماذا؟ الكل مربع التي حسبت فقط يا أبناء إذن ها قد الآن قمنا بحساب هذا العبارة نأتي بعدها أبناء مباشرة إلى السؤال الذي جاء بعدها لكن هذه نحتاجها أكيد وإلا لما طلب منا تبسيطها قال في حل في R المعادلة هذه نتابع جيدا إذن المعادلة التي طلبت منا حلها في R لهي هذه يا أبناء إنها معادلة من الدرجة الثانية إذن نكتب هنا أولا حل في R المعادلة التي أعطيت لنا عبارتها ها هي أمامكم نتابع جيدا هنا أبنائي أولا هذه العبارة لو نلاحظها جيدا إنها عبارة من الدرجة الثانية ونحن نعلم أن معادلة من الدرجة الثانية تكتبها كذا A X مربع زائد B X زائد C يساوي السفر حيث A هو العدد المضروب في X مربع ها هو والB هو العدد المضروب في X لهو كل هذا والC هو هذا الأعزاب الذي لا يوجد له X لهو ناقص جذر 6 ركزوا نأتي أولا أبنائي لحساب المميز لهو B مربع ناقص 4 في A في C يساوي الB ها هو أبنائي مربع نصبح لنا 2 في ماذا فيه جذر 2 ناقص جذر 3 الكل ها كذا مربع ناقص 4 في A لهو العدد المضروب في X مربع لهو 4 في C لهو ناقص جذر 6 نحمله مع إشارته ثم بعدها نكمل النشر تصبح تساوي لنا ماذا هذا مربع كم يصبح لنا 4 ثم الذي بالداخل يصبح متطابق هذا يصبح مربع وهذا الذي بالداخل مربع يصبح متطابق الشاهرة هذه رقم 2 ننشرها يصبح لنا مربع الأول زائد مربع الثاني اللي هو جذر 3 مربع ناقص 2 جذر وماذا هذا في هذا يدخل الجذر مع بعضهم والبعض يصبح لنا جذر 6 ناقص الناقص مع الناقص هذا يصبح لنا زائد 16 جذر 6 نكمل الآن النشر أبنائي ونتابع وأعينها دائما تكون على هذه العبرة التي نشرت من قبل وإلا لما عطيت تصبح لنا 4 في ماذا في 5 ناقص 2 جذر 6 زائد ماذا زائد 16 جذر ماذا جذر 6 نتابع جيدا إذن نقبل الآن الحساب نقطة نقطة ولا نتعجل إذن تصبح لنا تساوي ناشره هذه تصبح لنا هنا 20 ناقص ماذا ناقص 8 جذر ماذا جذر 6 زائد 16 جذر 6 تساوينا عندنا أولا تصبح لنا 20 ناقص ماذا عندنا هذا مع ذا 8 جذر 6 مع 16 جذر 6 تصبح لنا زائد 8 جذر 6 ما رأيكم أبنائي لو نستخرج الأربعة كعامل مشترك تصبح لنا أربعة في ماذا في خمسة زائد إثنان جذر 6 انظروا وتابعوا جيدا إلى هذه القيمة التي قلت لها لكم في الأول لاحظتم لكن الأربعة لا ننساها لاحظوا النقطة نقطة أبنائي كيف يمكننا أن نجد حلول هذه المعادلة لاحظوا أولا ماذا وجدنا وجدنا أنها تساوي لنا المميز هذا وجدناه يساوي أربعة في ماذا في خمسة زائد ماذا إثنان جذر 6 هذا المميز الآن ما رأيكم لو نبحث عن جذور هذا المميز لكن بما أن هذه القيمة هي نفسها هذه القيمة إذن فإن هذه القيمة تصبح هي هذه فيصبح لنا ماذا يصبح لنا دالتا يساوينا أربعة في ماذا في جذر إثنان زائد جذر ثلاثة الكل مربع لكن لا ننسى أن الأربعة في الأصل ما هي هي إثنان مربع يعني هنا تصبح لنا إثنان مربع لكن يمكن أن ننزع التربع من هذا المكان ونجعله هنا خارجا إذن فيصبح لنا إذا وضعنا هنا الجذر هكذا ونضعنا هنا الجذر فالجذر يذهب مع هذا التربع فيصبح لنا جذر دالتا يساوينا كم يساوينا إثنان في جذر إثنان زائد ماذا زائد جذر ثلاثة فقط يا ابناء هذا جذر ماذا جذر دالتا بعدما وجدنا الآن جذر دالتا وقيمة وهو قيمة مجابة مهما كان فالمعادلة تصبح لها حلال فنقول إكس واحد يساوي لنا بالقانون العام لأن هذه القيمة مجابة إلا كيف وضعت تحت الجذر تصبح لنا ناقص بي زائد أو ناقص نطبق ناقص جذر دالتا على إثنان أ تصبح تساوي البي ها هو أمامكم تصبح لنا ناقص بي معناه ناقص إثنان في جذر إثنان ناقص جذر ثلاثة ناقص جذر دالتا ها هو جذر دالتا تصبح لنا ناقص جذره معناه تصبح لنا هكذا ناقص إثنان في جذر إثنان زائد جذر ثلاثة على إثنان أ إثنان أم معناه إثنان في أربعة تصبح لنا على ثمانية ندقق هنا نقطة نقطة أبناي كي نتعلم إذن عندنا أولا قلنا جذر دالتا سوف نتركه هنا كشاهد لأننا نحتاج أن نستخل منه القيم فيمكننا أن نأتي الآن إلى المقام هذه الثمانية في أصل ما هي هي إثنان في أربعة فنستخرج من هنا نستخرج لاحظوا نقطة نقطة يمكن أن نختزل من هنا ومن هنا ومن هنا إثنان يأتي بعضكم يقول يا أستاذ إذا كانت هنا أصلاً لا يوجد إثنان هل يمكن أن نختزل هذا مع هذا لا يجوز يا أبناء إحذروا الإختزال له شروطه أنه يجب أن كل الحدود يتحمل نفسه العامل إذن ماذا تصبح لنا هكذا لاحظوا فتصبح لنا ناقص ثم هذا الناقص يمكن إدخاله هنا نشره هنا بعدما تمت يعني اختزال هذا كما أشير وهنا كما أقوم بالمحي وهنا أقوم بالمحي يمكن أن ندخل هذا الناقص إلى هنا تصبح لنا ناقص جذر إثنان ثم أدخله إلى هنا زائد جذر ثلاثة ثم الناقص أدخله هنا ناقص جذر إثنان ثم هنا ناقص جذر ثلاثة على ماذا على أربعة فيصبح لنا إكس واحد ما زال يساوي أولا عندنا الأمر الذي يظهر أنه هذا سوف يذهب مع هذا مباشرة ماذا يبقى لدينا يا أبناء يبقى لدينا لهو ناقص جذر إثنان مع ناقص جذر إثنان ناقص إثنان جذر إثنان على ماذا على أربعة أختزل هذا مع هذا فيتحول أن X1 يصبح يساوي لنا ناقص جذر 2 على 2 هذا الحل الأول نأتي بعدها أبنائي إلى الحل الثاني الحل الثاني يقول هنا زائد كما أشير نقول هنا X2 يساوي لنا ناقص بزائد جذر الدلطة على 2A تصبح بعدها هنا 2 وهنا الاثنان لكن هنا زائد أختزل هذا مع هذا لما أختزله سوف يذهب هذا ويذهب هذا دقيقوا هنا الأمر فقط وبعدها ندخل ذلك الناقص لكن على الفرع الأول فقط دقيقوا أرجوكم إذن هنا تصبح لنا هكذا تصبح لنا X2 يساوي لنا ندخل هذا الناقص تصبح لنا ناقص جذر 2 ثم ندخل هذا تصبح لنا زائد جذر كم جذر 3 ثم هذا مع هذا تصبح لنا زائد جذر كم 2 زائد جذر 3 على 4 فماذا الآن الأمر عكسي يذهب هذا مع هذا يعني يذهب ناقص جذر 2 مع جذر 2 تصبح لنا جذر 3 مع جذر 3 اللي هو 2 جذر 3 معناه سوف نختزل هكذا وهكذا ونكتب هنا 2 نختزل هذا مع هذا أبنائي فبقى لنا يساوي لنا حلول المعادلة هي كما أشير لهي ناقص جذر 2 على 2 وماذا وجذر 3 على 2 إنها حلول هذه المعادلة في R فقط يا أبنائي نأتي بعدها أبنائي إلى الجزء الثاني فقط الإستنتج في R حلول المعادلة هذه إذن نقول استنتاج إذن استنتاج حلول المعادلة النجمة لكن هنا في R يعني من ناقص ملنائي إلى زي ملنائي أولا نأتي إلى هذه المعادلة النجمة التي تظهر هنا أمامنا اللي هي في مكان لو ندقق هنا وركز معي إلى المعادلة هذه والمعادلة التي قمنا بحلها في الأول دققوا ما هو وجه الاختلاف الذي يظهر جاليا ركزوا أرجوكم لو نلاحظوا هنا إلا في مكان هنا في كوس مربع X هو نفسه X مربع وهنا في مكان X وضع ماذا وضع كوس X يعني هنا لو نأتي نقول بوضع ركزوا إلى نقول هنا بوضع ماذا بوضع T يساوي لنا كوس X لاحظوا معناه ماذا ينتج ينتج لنا هنا تصبح لنا هنا T دققوا أرجوكم إذن تصبح لنا قلت هنا T وهنا T مربع لماذا يقول أحدكم لأن كوس مربع X هذه في الأصل تكتب هي كوس X الكل مربع إذن إذا وضعنا هنا T فهنا تصبح لنا كذلك T هي T مربع فتصبح المعادلة هي أربعة في ماذا أربعة في T مربع زائد إثنان في جذر إثنان ناقص جذر ثلاثة مضروبة في T ناقص جذر ستة يساوي السفر لكن نحن نعلم أن حلول المعادلة قد وجدناها هذه إلا أنه لو وضع هنا T فقط يعني مجرد تبديل متغير نقول حلول المعادلة هذه إذا سميناها نجمتين يعني هنا مجرد اسميات إذا سمينا هذه حلول المعادلة اللي هي قلت نجمتين هذه هكذا حلول المعادلة هي نفس حلول المعادلة السابقة ما هي المعادلة السابقة التي هي هذه يا أبنائي معناه هنا نأتي بحلول الأولى اللي هي هاي باللون الأزرق ونعود لنستغل تبديل متغير دقيقوا هنا أرجوكم كيف يمكنكم أن تتعلموا إلى هذا الأمور نحن قلنا بوضع ماذا نحن قلنا يا أبنائي بوضع cos X يساوي ماذا يساوي T فماذا يصبح لنا فتصبح لنا هكذا نعود أولا نقول لما واحد إذن واحد لما cos X كم يصبح يساوي يساوينا القيمة الأولى اللي هي هذه اللي هي ناقص جذر 2 على 2 لأن هنا نقسمها على شطرين الشطر الأول وشطر الثاني إذن عندنا نقول هنا لما cos X يساوينا ناقص جذر 2 على 2 الزاوية الشهرة التي نلاحظ وهنا هي أمامكم بدون أن ترعوا ناقص بدون أن ترعوا ناقص إذا قلنا الزاوية الشهرة هي P على 4 لكن نأتي إلى الضائرة المثلثية هنا هكذا إلى الضائرة المثلثية ما هي الأماكن التي يكون فيها الكوس هي هذه الأماكن يعني يمكن أن تكون هي هذه الزاوية لأن أسقاطها هنا يكون نفسه ويمكن أن تكون هذه الزاوية لأن الإسقاط هنا كذلك يبقى نفسه إذن ما هي الزاوية؟ تصبح بكل بساطة أبنائي تصبح لنا هكذا تصبح لنا X يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا هذه الزاوية من هنا إلى هناك الزاوية الشهيرة تقول لقاعدها كذا حتى تعلموها تقول هي P ناقص الزاوية الشهيرة الزاوية الشهيرة قلنا هي P على أربعة معنا تصبح لنا P ناقص P على أربعة نوحد هنا المقام هنا أربعة تصبح لنا كم ثلاثة P على أربعة زائد إثنان كا P هذه الأولى الثانية أو نقول أو ماذا لأن لم نقول هنا زائد لأن أعطيت لنا هنا بناقص فلما يكون الكوس ناقص إما يقع في الربع الثاني أو في الربع الثالث أو نقول X يساوي تقول قاعدة إذا وجدنا العبرة من هذا النوع نقول أو تساوينا ناقص هذه الزاوية لهي كم ناقص ثلاثة P لأن تقول قاعدة تدرس بهذه الطريقة كما يمكنك أن تدرس بهذه الطريقة ناقص P ثلاثة P على أربعة زائد إثنان كا P مع كا عدد كيف هو عدد صحيح يعني فيه القيم المجابة والقيم السالبة هذا فيما يخص الحل الأول نأتي كذلك الآن أبنائي إلى لما ثانيا إذن هذه إذا قلنا واحد هنا نقول كذلك لما كوس X يأخذ القيمة الثانية ما هي القيمة الثانية؟ اللي هي هذه التي تساوينا ماذا؟ تساوينا جذر ثلاثة على إثنان ما هي الزاوية التي الكوس لديها هو جذر ثلاثة على إثنان؟ أكيد بالاتجاه الموجب يعني هكذا الزاوية الشاهرة إذا قلناها تيطة فتحة أو تيطة فتحة هي الزاوية الشاهرة هذه لنها تملأ هذه التي لها حق أن نعرفها اللي هي P على ماذا؟ اللي هي P على ستة المعروف هذا هو إذن لاحظوا إلى الكوس موجب الكوس يكون موجب في هذا الربع يعني إما أن يكون زاوية تكون في هذا المكان اللي هو P على ستة كما يمكن أن تكون في هذا الموقع لأنه هنا وهذا الإسقاط وهذا الإسقاط يصبح هنا نفس الكوس للزاوية لأن الكوس يسقط على محور الفواصل فنصبح لنا ناقص P على ستة نتابع جيد إذن ماذا يمكن أن نقول أبنائك حلول؟ نقول X يساوي لنا P على ستة زائد إثنان كابي يعني مجموعة من الدورات أو ماذا؟ أو X يساوي لنا ناقص P على ستة زائد إثنان كابي مع قلنا أنه كعدد صحيح يعني لما قال في الأعداد الحقيقية يمكن أن نضر بهذا الاتجاه كما لنا الحق أن نضر بهذا الاتجاه لأن نعمل ما نشاء لأن في الأعداد الحقيقية ولم يعطينا الاتجاه الذي نختاره بعدما أكملنا مع هذه الحلول أبنائي سوف نتطرق الآن إلى هذه الحلول العامة نأتي إلى الحلول الخاصة التي هو من يشرطها علينا نأتي إذن قلت بعدها إلى السؤال الأخير قال عين حلول المعادلة النجمة نفسها المعادلة النجمة التي كنا نقوم بحل هذه الحلول إذن لاحظوا لهذه المعادلة أبنائي هاي المعادلة النجمة لكن وجدنا حلولها في آر يريد الآن حلولها من ماذا؟ من هذا المكان من صفر إلى إثنان بي يعني من صفر كما أشير هنا باللون الأحمر إلى غاية هنا الآن معناه فرض علينا أول الاتجاه يعني الاتجاه المباشر لهذا هو الزيت أركزوا أرجوكم هذا الأمر الأول نأتي الآن إلى قلنا إلى المعادلة الأولى ها هي كوس إكس يوسين ناقص جذر إثنان على إثنان قلنا أن الكوس يكون سالبا في هذا الفرع الذي أشير هنا باللون الأخضر هذا الأمر الأول إذن يمكن أن تكون تلك الزاوية أين؟ تلك الزاوية إما أن تكون في هذا الموضع أو يمكن أن تكون هنا في هذا الموضع لماذا أبنائي؟ لأن إسقاطها إسقاط على الكوس يكون متساوي ها هو أمامكم ها هو الكوس الذي أظهره الآن باللون الأحمر ما معنى؟ معنى الزاوية هذه إما أن تكون من هنا إلى هنا أو يمكن أن تكون من هنا إلى هنا حسب الاتجاه المباشر لما كنا في R كنا نتجه هكذا وهكذا الآن لا هو من يفرض علينا إذن الزاوية تقول القاعدة حتى تعلموا جيدا الزاوية تقول هنا الزاوية الشهيرة وهنا P ناقص عفوا نقول P ناقص الزاوية الشهيرة وهنا P زائد الزاوية الشهيرة وهنا نقول ناقص الزاوية الشهيرة الزاوية الشهيرة لهذه اللي هي جذر 2 على 2 ما هي؟ قلنا يا أبنائي إنها 45 اللي هي P على 4 إذن نقول هنا P ناقص P هكذا P على 4 فتصبح لنا هنا 4 وهنا كم وهنا 4 فتصبح لنا كم أبنائي تصبح لنا 3 P على 4 هذا هو الحل الأول هذا الحل الأول إذن حلول المعادلة النجمة على المجال على المجال الذي أعطينا له من صفر إلى إثنان بي غي أولا إكس كم يساوي إكس يساوينا ثلاثة بي على أربعة ثم قلنا في هذا الموضع هذا الموضع كم قلنا هو بي زائد زاوية الشهرة زاوية الشهرة هو بي على أربعة نوحد هنا المقام هكذا وهنا تصبح لنا كم تصبح لنا خمسة بي على أربعة إذن إكس يساوينا خمسة بي على أربعة يعني ذلك الكاء هذا الكاء نتخلى عنه لماذا أبنائي نتخلى عنه لأن نحتاجها إلا هنا في الدائرة المثلثية يعني كأقياس رئيسية لأنها من صفر إلى إثنان بي فقط تلك عدد الدوارات أو أنصاف الدروات لا نحتاجها دقيقوا هنا نقطة نقطة أبنائي كي تتعلموا هذا فيما يخص المعجز الأول الجزء الثاني نفس الشيء ما هي الزاوية الشهرة؟ انظروا الزاوية الشهرة قلنا أبنائي إنها بي على ستة بي على ستة إذن يمكن أن نقول إما أن يكون في هذا الموضع بي على ستة اللي هو ثلاثون درجة كما يمكن أن يكون في هذا الموضع لأن هنا يكون الكوس كما أشير باللون الأسود متساوي لهم انظروا يعني الثلاثون درجة أو ناقص ثلاثون درجة يكون لهم نفس ماذا؟ نفس الكوس لكن قلنا الزاوية كيف نقول قلنا نقول هنا في هذا المكان نقول بي على ستة إذن إكس يساوي بي على ستة أما إذا أكملنا الطريق من هنا إلى هنا فنقول ناقص بي على ستة لكن إذا قلنا ناقص بي على ستة معنا هذا الاتجاه إذن تقول القاعدة لما نكون بالاتجاه المباشر هذه التيطة ناقص تيطة نحولها إلى كتابة أخرى هي إثنان بي ناقص تيطة إذا كنا بالاتجاه هذا نقول إثنان بي ناقص تيطة فتصبح لنا هنا إثنان بي ناقص بي على ستة نوحد هنا المقام ستة تصبح لنا إثنى عشر إثنى عشر بي ناقص بي اللي هي إحدى عشر إذن إكس يصبح لنا إحدى عشر بي على ماذا؟ على ستة هذه هي حلول المعادلة في هذا المجال أما إن قال مثلا المجال قال مثلا مثلا أعطي لنا من صفر إلى P فقط فنختار هذه فقط ونختار هذه فقط لأن يصبح المجال من هذا المكان إلى هنا فقط يعني لا يمكن أن نكمل من صفر إلى 180 وهكذا أبناء قد نهينا هذا التمرين الرائع وفي الأخير أبناء وبنات العزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة طاهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك ليصلكم جديدنا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته